وعليكم السلام وبركاته كان دفع مبلغ مقدم ايجار او خلوه رجل نعم يا فندم نعم مهمني خلوه ولا مقدم ايجار لا مقدم ايجار يعني مقدم ايجار كان بيقصد نعم مقدم ايجار حضر الله كان دفعوا لي من الاجار كان بيتخصم جزء وجزء من الاجار على اي اساس تخذوا من الناس فلوس يعني نعم فهو دلوقت الرجل عرض عليه مبلغ العقد كان صورة العقد ايه بالضبط سنة كامل سنة كامل سنة كامل العقد كان تقريبا كان دفع له تلاتين الف جنيه لا لا سنة كامل الإجار ده كان سنة كامل أيام جمال عبد الناصر ولا لا 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 إجار حضرتك بالنسبة للإجار اللي هو المحدد اللي هو تسعة وخمسين سنة ده يعني مكتوب في العقد تسعة وخمسين سنة نعم 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 وبعدين أخوك الآن الرجل يريد أن يخرج أخاك قبل تسعة وخمسين سنة نعم بشرح حيوي ويشرح بقى حلو أي فبعرض عليه قل لأخرج ونعطيك مبلغ لأن من حقك أن تقلس تسعة وخمسين سنة نعم نعم بمثل هذا يجوز يجوز يا الحضرتك طب بمثل هذا التوصيف يجوز